تمخض يوم أمس ليلا اجتماع مع دولة رئيس الوزراء القاعد العام للقوات المسلحة والقادة الأمنيين وكان اجتماع موسعا بحضور القادة السياسيين من أبناء مدينة الفلوجة على مستوى الوزراء وأعضاء مجلس النواب وكذلك أعضاء الحكومة المحلية وتم التداول في العملية العسكرية لتحرير مدينة الفلوجة وأكد دولة الرئيس بأن الخطة قد جهزت وأكملت وأن من حلقاتها أن تكون قوات الحشد الشعبي هي قوات مطوقة ما بين مدينة بغداد وما بين الفلوجة أي على مشارف الفلوجة بحدود كيلوين إلى ثلاثة كيلومتر وهي في معسكرات تابعة للجيش العراقي وأن مهام التحرير ستكون لقوات الجيش والشرطة الاتحادية والشرطة المحلية من أبناء شرطة الفلوجة وكذلك مطوعي العشائر ترجمة نانسي قنقر